اهلا بكو في قناتي الشيف هجر خطوة بخطوة ياريت لو اول مرة تنوروني في قناتي ما تنسوش تدعموني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس ولو كنت من متابعيني ما تنسوش تقولي رأيك في التعليقات تحت وتعالي يقولك سر نجاح الكبد الاسكندراني معاك مبدئيا كده انا معايا كبدة متقطعة شرايح تقدر يتقطعها جوانح او التقطعة اللي انت بتفضليها معايا فلفل محتاجة فلفل كتير متقطع شرايح تقدر تستعملي فلفل حامي او عادي براحتك ومعايا التوم وبرضو هحط مع التوم وانا بدق حبة فلفل ومعايا الفلفل الحامي ده طبعا حسب الرغبة تقدر تحطي هحط على التوم بصوا لمص كيلو كبدة هحط راس توم كبيرة ملح كزبرة بهرات كبدة وكمون ما بحطش اكتر من كده بهراتها معروفة ممكن ما تحطش بهرات كبدة تحطي بص كزبرة وكمون والملح والتوم والفلفل بس هي دي البهرات بتاعتها هياخد نص الكمية الاول هحط زيت كمية حلوة من الزيت لان هي اسمها كبدة مقلية اسكندروني وبعدين هنزل جزء من التومة دي نصها وهسيب نصها تمام؟ مش هاخدها كلها يعني لازم اسم معلقة للاخر تمام؟ هياخد الجزء ده يدوبك اديله تشويحة يدوبك كده يغير لون انا مش هسوي يغير لون كده بس كل ما بتقطري الفلفل بتاعها كل ما بيكون حلو جدا وهبدأ انزل بالكبدة بتاعتي زي ما احنا شايفين مهم جدا ناخد بلنا من كام نقطة هقولك عليها واخد يبالك من الحاجات اللي بقولك عليها الزغيرة دي بتفرق احط عصير لمونة برضو هحط جزء منه دلوقتي وجزء منه في الاخر ومعايا فنجان من الخل برضو هحطه دلوقتي وهبدأ اقلبهم ومهم جدا لانا ما غطيش الكبدة وانا بسويها انا بعمل كبدة مقلية مش عايزاها مسلوقة بس كده هي عشر دقايق بالكتير وبتلاقيها نزلت ميتها ورجعت تشربه تاني وخلاص بقت تمام معايا الفلفل بقى هبدأ احطه في المرحلة دي انه هو خلاص دخلت في السوا احط دلوقتي الفلفل عشان يبان معايا انه هو فرش تقدر تحط نصه في الاول والنص دلوقتي زي ما عملت في التومة واحط كمان التومة دلوقتي واقدر احط كمان رشة من اللامون ورشة من الخل كمان في الآخر عايز اقولك طعمها خرافة جدا تتأكد ان الملح بتاعك دلوقتي لان كده حطينا كل كمية التوم فالتوم في ملح فكده انا الملح بتاعي بيش هايزيد هتأكد من الملح وبالهانا والشفة يا رب تكونوا عجبتكم المرات دي وصفتي الوصفة سهلة سريعة مضمونة ناخد بالنا ان الكبدة ما بتتغطاش هي اسمها الكبدة مقلية الزيت بتاحها بيكون كتير على قلبكو ياريتا يا رب بتكون وصفة النهاردة عجبتكو ولو كنتي اول مرة تشوفيني ما تنسيش تدعميني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس ولو كنتي من المتابعيني ما تنسيش تقوليلي رأيك في التحليقات تحت باي باي